اشتركوا في القناة نعم العلال النعم كما نعرف جمع نعمة فالنعم هي عطاء الله وفيضه وكرمه وجوده جل وعلا العلال مفرده علة وتأتي لمعاني كثير جدا من ضمنها أن العلال هي الأسباب نقول ما علة الشيء أي ما سببه وتأتي أيضا بمعنى الأمراض فالعلال هي الأمراض نقول جسم عليل أي جسم مريض وإذا رجعت بكم إلى العنوان السابق أقصد نعم العلال نجد أنه يثير الاستغرب ويطرح السؤال يعني هل في العلال نعم هل يمكن أن يكون في العلال نعم تستفاد من حيث المبدأ نحن لا نتمنى العلال ولا نبحث عني المصائب ولكننا إذا ابتلينا لا نتسخط بل نصبر لما قضاه الله وقدره وجوابا على السؤال نقف عند أحد الفضلاء وهو الفضل بن سهل السرخصي المكناب أبي العباس المتوفى سنة ميتين واتنين للهجرة مئة واثنتين هذا الفاضل الفضل بن سهل كان وزيرا وكذا قائدا للمأمون العباسي الخليفة المعروف والفضل من أصلنا فارسي لذلك يقال في وصفه إنه سليل ملوك المجوس اتصل بالبرامكة وهم الذين كانت لهم مكانة كبيرة جدا في عهد بن العباس قبل أن يفتك بهم وكانت لهم سطوة وكانت لهم مكانة في الشجاعة في الجود في الكرم في التدبير في غير ذلك من الأشياء إذن اتصل بهم من فضل هذا وأسلم ويعتبر من الحكماء من ضمن أقواله المأثورة رأيت جملة البخل سوء الظن بالله وجملة السخاء سوء الظن بالله يرى أن البخل مجتمع في أن يسوء ظنك بالله تعالى وأن جملة السخاء مجتمعة في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وذلك من الإيمان مدحه أحدهم في قصيدة ناخد منها بيتا من أجمل ما فيه يقول الشاعر ترى عظماء الناس للفضل خشعا إذا ما بدى والفضل لله خاشع ترى عظماء الناس للفضل خشعا إذا ما بدى يقصد الفضل النساء والفضل لله خاشع يعني يخشع الناس له وهو خاشع لله سبحانه وتعالى ومرض دات يوم فعاده الناس يعني زاروه ليهنوه على شفائه من العلة فلما أكثروا عليه الكلام أجابهم قائلا إن في العلال لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها يمحس الذنوب إن في العلال لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها ومن ذلك من هذه النعم تمحيس الذنوب والتعرض لتواب الصبر والإيقاظ من الغفلا وللذكار بالنعمة في حال الصحة واستدعاء التوبة والحد على الصدقة هكذا أحصال العلال ستا من النعم أولها تمحيس الذنوب فالعلة تمحس وتبين وتميز الشاكرة من القانط ومن ضمن نعمها كذلك التعرض لتواب الصبر يعني إذا أرادك الله تعالى بخير صلت عليك العلال أمراض ليذيقك ويرزقك تواب الصبر وهو كبير جدا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساد ومن ضمن نعمها كذلك الإيقاظ من الغفلة العلال بمثابة الصياث التي توقض المرأة من الغفلة ذلك أن الإنسان قد يقع في السعو ويقع في النسيان ويقع في الغفلة ويغفل عن دكر الله سبحانه وتعالى وسكره على النعم فتاة الأمراض وتوقضه وتنبهه ومن ضمن نعمها كذلك الادكار بالنعمة في حال الصحة نعمة العافية معشر الإخوة والأخوات لا تدرك ولا تعرف إلا بفقدانها ذلك أن الإنسان عندما يتقلب في النعم ظهرا لبطن ينسى فإذا سلب منه ذلك يتذكر فمن ضمن نعم العلال أنها تذكرك بالنعمة التي كنت عليها في حالة الصحة فجهلتها ونسيتها ولم تشكر واهبها ومن ضمن نعمها كذلك استدعاء التوبة يعني النعم العلال عفوا العلال تدفعك إلى التوبة دفعا وتدعك إليها دعا فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا أرادك ربك أن تتوب يسلط عليك العلال فتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى فتكون من الفائزين وأخيرا من نعمها الحظ على الصدقة فالإنسان عندما يمرض ويحس بالخوف والخشية فإنه يجد بما في يده ويتصدق على الفقراء ابتغاء مرضاة الله وابتغاء فرجه وابتغاء عفوه وفي الحديث الشريف داوو مرضاكم بالصدقة فالصدقة دواء وشفاء ويأتي ذلك فيكة من أحيان عن طريق العلال والأمراض نسأل الله تعالى أن يتيب علينا وأن يغفر دنوبنا وأن يسلح أحوالنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبرك على النبي الرحمة وعلى آله وصحب يجمعين والتابعين ومتابعون بإحسان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين